اعتصم موظف بلدية إربد الكبرى أمام مبنى البلدية مطالبين بشمول البلديات بعلوة المؤسسة وتثبيت عمال المياومة بالإضافة إلى تخصيص مقاعدة دراسية لأبنائهم كما طالب المعتصمون بتفعيل العلاوة الميدانية وتوحيد بدل التنقلات وتوفير حضانة لأبناء العاملات رئيس بلدية إربد الكبرى التقى العمال المعتصمين في ساحة البلدية مشيرا إلى أن البلدية قامت بتنفيذ المطالب التي تقع ضمن صلاحياتها وأن المطالب الأخرى هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية أو رئاسة الوزراء وذكر أن البلدية تبنت هذه المطالب لنقلها إلى الوزارة مبينا في الوقت نفسه أن هذا الاعتصام غير شرعي نظرا لأنه تم عقد لقاء مع ممثلين الموظفين قبل يومين وتم الاتفاق خلاله على معظم المطالب وإيجاد حلول لها لافتا إلى أن معظم المشاركين في الاعتصام هم من بلدية الشمال وليس لهم علاقة ببلدية إيربيد حرام أن الموظف يخدم فيه البلدية في دائرته عشرين وثلاثين سنين إن كان الموظف إداري أو كان سائق أو كان عام الوطن أو كذا وما يقضش بالآخر نهاية خدمة قرشين اللي يفتح له فيه مصلحة أو يزبط أموره فيهن هذا الحمد لله يعني بعد جهود طويلة بعد ثلاث أربع سنين ردنا خبر معه أنه تم الموافق المبدية عليه وراح يرفع لمجلس الوزراء نأمل من مجلس الوزراء أنه صادق عليه بأسرع وقت أسوة بباقي الموظفين الدول لأنه مطلب يعني شرعي وقانوني ومنصف للموظفين باقي الطلبات اللي بيطلبوه أخوان الموظفين غالبيت اللي هي من صلاحيات المجلس البلدي حققناه لهم أهم المطالب أخي الكريم تثبيت عمال الميومة أربع سنوات في بلدية إربد ما في تثبيت العمال الميومة ما زال لغاية الآن في بعض الموظفين من عام 2013 بدون تثبيت ثاني شيء في عندنا عدد كبير من العلوات إحنا كموظفين ما منتقضاها فلذلك دائما وأبدا موظف البلدية إذا بدك تقارن راتبه أو دخله دائما وأبدا لا يتجاوز 70% من رواتب من أدنى رواتب الموجودة في مؤسسات الدولة